مساء الخير افتتح الاستحقاق الرئاسي الخط رقم 13 المتفرع من وسط البلد باتجاه القصر بعد محطة انتخاب في ساحة نجمي ومن مبنى متداع يحمل علامات الحرب الاهلية وندوبها وضع النواب التغييريون المبادرة الرئاسية الانقاذية على الطاولة وارادوها مبادرة من وراء اسوار الاستفافات النيابية والحزبية وبموازاة ما يجري في اقبية الاستحقاق المظلمة حيث لم يخرج منها اي رئيس صنع في لبنان وقدم النواب مشروعهم كنظام داخلي لانجاز استحقاق رفضوا ايوضع فيه بين فكي الخيار السيء من جهة وشبح الفراغ من جهة اخرى واعتبروا ان الوقت قدحان لان نثبت قدرة اللبنانيين على العمل معا وان التغيير يحتاج الى رؤية وتخطيط والى قوى مجتمعية مؤمنة بقدرة المجتمع على صناعة البديل وتقاطعت هذه المبادرة والمواصفات المطابقة لرئيس انقاذي مع بعض العنوين العريضة لعدد من الكتل الا ان ذلك لم يعني انهم ذاهبون للذوبان فيها فهم حددوا مواصفات غير مطابقة لأسماء المشتبه فيها واذ تركوا اجتماعاتهم مفتوحة على التشاور لم يطرحوا مرشحيهم على منصات التداول وفي حال افشال الخطوة فالشارع حاضر وطلبات الانتساب مفتوحة للشعب اللبناني واحدد التغييريون ليلة العشرين من تشرين الاول موعدا للتحرك فمع انقضاء هذه المهلة من دون انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للمندرجات الموضوعة سيتم اللجوء الى وسائل الضغط الشعبية المشروعة بكل اشكالها واسليبها اعتبارا من صباح الواحد والعشرين من تشرين وعند المحطة قبل الاخيرة اخذ تشكيل الحكومة استراحة محارب من مشاوير ما بين القصرين الى اخر بداع التعطيل وعلى ما يبدو فان رهانات رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس التيار جبران باسيل لعرقلة التأليف قد حرقت مراكبها ولم يعد امام عون الا ان يترك صلاحياته لرئيس الحكومة بالاصالة ام بالوكالة وهو ما اكده الخبير الدستوري انتوان مسر واذ وصف بقاء عون في بعبدة اختصابا للسلطة وانقلابا قال للجديد لا يحق لرئيس الجمهورية البقاء دقيقة واحدة في قصر بعبدة بعد انتهاء ولايته وان حكومة تصريف الاعمال قادرة على تولي مهام الرئاسة لا بل واجب عليها ذلك مضيفا ان على رئيس الجمهورية ان يقوم بواجبه الدستوري ويوقع مرسومة تشكيل الحكومة ويترك للمجلس النيابي صلاحية منحها الثقة من عدمه كي لا يحول المجلس الى طرف مصادق فقط لا غير من خطوط الترسيم الرئاسي والحكومي الى الحدود المائية ونزع الالغام البحرية من طريق الترسيم وفي المعلومات ان الاسبوع المقبل قد يشهد تطورا مرتقبا وان العمل جار لتواصل جدي قد يقوم به الوسيط الامريكي في الملف اموسوكستين مع الجانبين اللبناني والاسرائيلي من دون ان يتضح فهواه ان كان على شكل زيارة ام تواصل عن بعد ونفت مصادر متابعة للجديد الحديثة عن تأجيل زيارة الوسيط الامريكي باعتبار انه لم يحدد اساسا موعدا للزيارة وتضيف المصادر ان وطيرة الاتصالات حول هذا الملف بدت اسرع خلال الاسبوع الاخير ومرجحة للاستمرار في ظل تكتم شديد من الطرفين فيما يفضل الجانب اللبناني البقاء عند خط الوسط بين التفاؤل والتشاؤم